في العاصمة الجديدة لازم يكون فيه اكبر كنيسة ومسجد بهذه التصريحات انطلقت حملة تبرعات شعبية لبناء مسجد وكاتدرائية العاصمة الادارية الجديدة عمل لا يتوقف لانهاء رابع اكبر مساجد العالم وفي تلاح من فريد تصارعت وطيرة بناء اكبر كاتدرائية في الشرق الاوسط وفي يوم سيخلده التاريخ افتتح رئيس السيسي مسجد وكاتدرائية العاصمة الادارية الجديدة تزامنا مع اعياد الميلاد وتجلت رسالة الوحدة بمباركة الباب افتتاح مسجد الفتاح العريم واعلاء للمحبة اكد شيخ الازهر على تلاحم المصريين من داخل الكاتدرائية حدث تاريخي تفاعل معه الجميع على المستويين العربي والعالمي فاشاد رئيس الامريكي بما تشهده مصر من ترابط واعتبرها الاشقاء العرب رسالة عظيمة تعكس روح الاعتدال مصر تسطر تاريخا جديدا في وحدتها الوطنية وتصبح واحة العالم الرحبة لحرية الاعتقادات اشتركوا في القناة